اشتركوا في القناة يقول والله إني كنت نوم اللي ضيق نغى بخل رحب ويرجع رحبت رحب المطر عدمغ لي طيب يقول إذا جان المطر جان وحلا بمعزانان في شيء لي هنا هذا الواحد إذا فلل نوم إذا فلل نوم وفلل يقول يقول لو كنت أمشي وأنا مني معاك شلونا بأسوين في نعناع أنا خبر لي نعناع هنا خبر لي نعناع 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 والله حلو ورد دقيقة طيب يا ورد والله ما في نعناع والله أنا ما أشرب الشاه إلا في نعناع قهواتا قهواتا يقول والله العظيم يقول والله إني كنت لوم اللي ضيق نغير السلام طالع لك أمرك أحمد طيقة العافية مشكور جميلة طيب بما أنه عنه طيب ما دخلوني ما أطبخ معاكم اليوم طيب أنا علمكم كيف أقلدكم على أني أقلد حلقة عبد الله الجميري كل يومي مني كنت معاه يصبتني الدوخة كيف كان يقول قبل تبدأ كانت قبل تبدأ الفقرة كان كيف يسويه دقيقة قبل تبدأ الفقرة كان يسوي ينوقز كذا أنا شفتها قبل تبدأ فقرة وما بدت والله لا فضح به كنت أشوفه بالشاشة نوقز كذا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام عزائي مشاهدينا خلف الشاشات وأيضا خلف البث المباشر خلف اليوتيوب من اليوتيوب عفوا اليوم طبعا هو كان عليه سروال وتشيرت كان بس يرفع سروالة كذا لأنني كان ضيق سروالة من تحت طيب اليوم معانا بالمطبخ الشيف أبعلي أعطيك العافية أخويا عبد الله لا ما يرجح كذا أحمد سلامت أعطيك العافية خي اليوم إحنا عندنا طبخة مرة مرة صعبة نعم يارجي عبد الله الجميل وش هي الطبخة يا أبو علي طبعا أبو علي من من المشرفين مش مشرفين من الطبخين من إيطاليا من أفضل الطبخين في إيطاليا أبو علي من نصدم طبعا ممرسة مع إيطاليا شو يقي quer Award طيب وبعلي وش الطبخة هالي يوم لدينا أنا أدرينها صعبة ومن أصعب الطبخات أنت ما تجيب إلا أصعب الطبخات يا أبو علي أبو علي يا رجع زكية أبو علي هاي الطبخة أول شيء المقادير بيضة بيضة من دجاجة روسية نفس الدجاجة بيضة ثم نفقص البيضة هيك ولما نفقص البيضة نخوضها هيك آها أيوة ثم نجيب الملح الملح المسه لازم عقده ويطولها ثم نحط ملعقة مسحة الله يمسح رسل عدو ملعقة مسحة ثم نحطها هذا ما نقلبت أنا قلبت هو سوداني ماما هو سوري كيف قلت سوري بس يا أحمد سوري واد غم تجي طيب طيب هيك نمسكها ونحطها ثم نجيب الزيت ثم ننستنىها دقيقتين بعد ما نستنى دقيقتين نقلب الألاية هيك يا رجال طيب يعطيك العافية يا شيف حنا اليوم معنا أحمد العوض ومين كان معايا وقتها أحمد العوض وعثمان الجنيبي وعبدالله الروقي وأورنس منورنا بعوض من أفضل وخيرة الناس تك العافية يا عبدالله الجميل يا الله يبيض وجهك والله العظيم ما جل من بعدكم طال عمرك وبذن الله نحن فايزين اليوم يرجع عبدالله الجميل طبعا هو بس يرفع سروا لذلك يا عبدالله الجميل طيب وبعوض حنا اليوم معانا طبخة خطيرة 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 أنا أحس أنك راح تفشل بعوض خارجني منك يا عبدالله الجميل طيب نرجع لأخونا عبدالله الروقي عبدالله الروقي عيونك فيها حزن فيها حزن طبعا نمسك عبدالله الروقي زكذا طبعا لأنك سمنا عبدالله الروقي عبدالله الروقي عيونك فيها حزن نعم 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 فيها حزن طبعا عبدالله هل تتوقع أنكم فايزين والله لا أنتم يرجع عبدالله الروقي طبعا لأنها أطول من هذا والله أشوف للأمانة وبعوض وعثمان فيهم الخير بس هذه منافسة شريفة وأقدر أقول الحنا الفايزين يا رجع عبدالله الجميري وش الثقة هذه كلها لكن تعجبني أنت يا بوسحاب ولازم نطلب منك قصيدة شوي طيب نرجع للسادة الكرام شاركونا في السؤال اليوم ما هي الطبخة المفضلة التي يحبها أحمد العوض لا تنسونا تشاركونا في الهاشتاغ نشوف اليوم هذا السؤال أوه أحمد عوض تركت رند يا رجع أحمد العوض يا الله يأتيك العوض يا الله ما غير يبت علي لأن مراي ناس كفوا وناس يبيضون الوجه يا رجع عبدالله الجميري والله يبقى أنت خطير يا عبد طيب شاركونا ولا تنسونا بإذن الله تعالى والآن رح يبدأ التامر yallah هون يبدأ التامر ويش التامر ويروح التامر ودنيا تروح يلا طبخه يبقى عاود يعني ما يعني يا اخي حاد يا اخي جبونا قلايا يجي هي كله الطبخه وخلاص أحمد طبخن الطبخة كلنا بتابيع وانتي هو تطبخن الطبخة كلنا بتابيع وذوقوا ليش ليش يعقدونها لم يعني حارف بس يلا معنا الله يوفقهم الله أنه منحب لهم نوجه لها تحية من هذا المنبر الإعلامي نوجه تحية المفلح نوجه تحية أيضا أيضا للسادة المشاهدين يا الله يحل الجمهور حلوة جمهور جميل جمهور جذاب جمهور أنيق طيب حلوي هذه الأعمار الله أكبر على كل ظالم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نروح نذن دقيق هذه الكرة المسالفة كنت صغير كأننا مع ابوي الله رحمه نرمي أعلمنا الرماية قبل كم سنة الله العظيم أنها كانت السوجر السوجة النص نقول لها السوجر كنت أشويها كذا يعني أني بصيد لي طير ونته في نص شسمه نص ساقي طيب أبعلمكم طريقة سبحان الله تخيل أن الجماد يتكلأ لا إله إلا الله تخيل أن الجماد يتكلأ نظراتي الله لا يبلعنا معي نظراتي وي إلى المسجد زيوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر